أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما وله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله مشرقون مرض يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقباه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدوا الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجك في السماء فلا نولي أنك قبلة ترضاها فأولي وجك الشرمس جد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم ومن الله بغافل عما يعملون ولئن تت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تابعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتك ولئن اتبت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الهمترين ولكل موجات وموليها السبق الخيرات أينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرج شفر لوجك الشرمس جد الحرام وإنه للحق من ربك ومن الله لغافر عما تعملون ومن حيث خرج شفر لوجك الشرمس جد حرام وحيث ما كنت فولوا وجوهكم شطره ليلا يكون للناس عليكم فجة للذين ظلموا منهم فلا تخشوهم اخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تتدون كما أصرنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا اذكرون يا أي الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل حياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من خف والجوع ونقص من الأموال ولنفس التمرات واشر الصابرين الذين إذا أصرتوا مصيفة قالوا إنا لله وإنا إله راجعون أولئك عليهم صلوات من ربي محمى وأولئك هم مهتدون إن الصفاء المرة من شعائر الله فمن حجبت أو اعتمر فلا جناح عليه أي الطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من بينات الهدى من ضد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيناوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله الملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يختط عنهم العذاب ولا هم انظروا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات ورضي اختلاف الليل والنهر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به رضا بعد موتها وابت فيها من كل دابة وصري في الرياح والسحار مسخر من السماء ونرض لآهايات لقوم يقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أن داد يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولتر الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع فيهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لون لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا منا في رضي حلالا طيبا ولا اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم حدو مبين إنما يأمركم بالسوء والحشاء وأن تقولوا على الله ما لا سلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباء لا يقلون شيئا ولا يهتدون ومثال الذين كفروا كمثال الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سمهم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيه الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة الدمى ورحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن تطر غرباغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب واشعرون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله من قيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم أولئك الذين شروا الضلالة بالهدى والعذاب المغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله انزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في كتابنا في شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قذا نشرق ونغرب ولكن بر منامن بالله اليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوقوا النار واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة وموفون بعديموا إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقون وأولئك هم متقون يا أي الذين آمنوا كتب عليكم القصص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ولنتا بننتا فمن عوفي له من أخيه شيء افتباع بمعروف وأداء له بإحسان ذلك تخيف من ربكم ورحمة فمن تدابد ذلك فله عذاب نليم ولكنك قصاص حياتي يا أولينا الباب لعلكم اتقوا اتبع لكم إذا حضر أحدكم النوت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والقربين بمعروف حقا على المتقين فمن بد له بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موصي شنفن وثما فأصلح بنا فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أي الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام الخار وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيناس من هدى والفقال فمن شهد منكم شرف اليصوم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر فمن شهد منكم الشرف اليصوم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم العصر ولا يريد بكم العصر ولتكمل العدس ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم شكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليوم نوبيا لعلهم يرشدون وحل لكم إلى الصيام رفت إلى نسائكم هن لباس لكم وأنت لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وحفى عنكم فلا نباشرهم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا اشربوا حتى يتبين لكم الخيط لبيض من خيط السودي من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهم وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم اتقون ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالفاطر وتدلو بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن إله الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأنتات بيوت من فهورها ولكن البر من اتقى وات البيوت من برابها تقول الله لا لكم سلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تقرتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين أشر الحرام بشر الحرام وحرومات قصاص فمن اعتداء لكم فاعتدوا عليهم كما اعتداء لكم تقوا الله ولموا أن الله مع المتقن وأنفقوه في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المسنين وأتم الحجة العمرة لله فإن احسنتم فمسي صرمين هدي ولا تحلقوا رؤوسكم احتاج بالغلب بمحله فمن كان منكم مريضا به أذى من رأسه ففي بيت من صيام صدقة ننسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى حج فمسي صرمين الهدي فمن يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن له حاضر مسجن حرام تقول الله اعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر ملومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا قسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى اتقون يا أولي للباب ليس عليكم جناقنا تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند الشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضال ثم أفيضوا من حيث أفض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك له نصيب منا كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم